على رأس العنوين المتصدرة في الساحة العراقية يبقى العنوان الرئيس حماية سيادة العراق صمام الأمان لمستقبل البلاد السياسي والأمني والاقتصادي وهذا نهج يرسمه رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاباته وتوجيهاته في كل محفل محلي أو إقليمي أو دولي الاجتماع الذي يحقق ترسيخ سياسة العراق على صعيد داخلي ودولي يجمع بين رئيس الجمهورية وسفراء الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن أمريكا روسيا بريطانيا الصين وفرنسا إذ يبعثوا برسالة ضرورة القصوى لأهمية تعزز توجه الدولة العراقية برؤية رئيس الجمهورية في اجتماع مع سفراء دول صديقة وقفت على عنوان الرئيس يحث على سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتوثيق العلاقة العراقية الدولية بالمجمل اليوم يعزز رئيس تأكيدا ملحا بضرورة استقرار سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن واستقرار المواطن العراقي والنأي به عن صراعات إقليمية يقع العراق فريستها في كل جولة تصفية حسابات في المنطقة أهمية لقاء تصب في الحديث عن الانتخابات المقبلة بعنوان نزاهتها المطلقة المرجوة من عموم الشعب العراقي أما المثمر الذي تحقق نتاج الاجتماع الذي ركز على أولويات الدولة العراقية فقد قدمه السفراء بالتزام حكوماتهم في دعم العراق وسيادته ومحاربة الإرهاب ولم ينتهي الاجتماع دون الوقوف على مواجهة التحديات الاقتصادية بتعاون وثيق مشترك اجتماع يتطلع له العراقيون بأهمية بالغة نظرا لواقع حال صعبة وهو ما يعكس حرص رئيس الجمهورية برهم صالح الدائمة برؤية لخارطة المستقبل العراقي المنشود ترجمة نانسي قنقر